بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاغرين طبعا يجوز لمن يريد أن يتزوج امرأة أن ينظر إلى محاسنها كالوجه والشعر والرقبة والكفين والمعاصم والساق ونحو ذلك من الأمور طالما هو قاصد الزواج منها ولا يشترط طبعا النظر بالنسبة لمن يريد أن يتزوج امرأة أن ينظر إلى محاسنها لا يشترط أن يكون النظر برضاها حتى ولو كان من دون رضاها ولكن هنا حتى نجوز له أن ينظر إلى مفاتن هذه المرأة ومحاسنها التي يريد أن يقدم في الزواج عليها لا بد من توفر شروط أولا أن لا يكون هناك قصد تلذذ شهوي يعني أن لا يتلذذ شهويا بالنسبة للنظر إلى هذه المرأة وإن كان في بعض الأحيان هو يحصل هذا التلذذ الشهوي يحصل قهرا ولكن لا بد أن يكون النظر من دون تلذذ ومن دون حصول ريبة في النفس وأن لا يخاف على نفسه من الوقوع في الحرام بسبب هذا النظر كما يشترط في هذه المرأة التي يريد أن يقدم عليها أن لا يكون هناك مانع شرعا من الاقتران بها يعني أن لا تكون أخته من الرضاة مثلا أو لا تكون أخت زوجته يعني أن لا يكون هناك مانع شرعا من الزواج بهذه المرأة كذلك يشترط أن لا تكون المرأة قد سبقت حالتها بالنسبة إليه يعني يعرف حالتها أو يعرف وضعيتها فإذا كان يعرف وضعها وحالها وجمالها فهنا في هذه الحالة طبعا لا يجوز له إذن النظر إلى هذه المرأة مشروط بأن لا يكون قد سبق بحالها وبوضعها ويعني بكل تفاصيلها وكذلك أن يحتمل أنه يختار هذه المرأة أن يكون في معرض احتمال اختيار هذه المرأة لا يكون بصدد التخيير بمعنى أن لا يكون هناك تخيير وهو الآن يريد أن يختار واحدة من هذه الزواجات بل هنا لا بد أن يكون قاصدا التزويج بها بالخصوص لهذه المرأة ولا إشكال بعد ذلك لو حصل التلذذ القهري الشهوي لأشكال في ذلك أسأل الله سبحانه وتعالى السعادة في الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين